الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين في الباب السادس في شرح صيح الإمام البخاري باب إطعام الطعام من الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أحد الناس وقال له أي الإسلام خير في رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف راوي الحديث عبد الله بن عمر بن العاص وقد تحدثنا عنه سابقا وهو من المكثرين في رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من العابدين الزاهدين من أهل القرآن وأهل الحديث وأسلم قبل أبيه رضي الله تعالى عنهم الحديث أخرجه الشيخان والنسائي وأبو داود وابن ماجا معنى الحديث أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير يعني أي أعمال الإسلام خير من غيرها أيهما أفضل من غيره وأفضل عن من سواه بعد الإيمان وأداء الأركان بعد الإيمان الذي استقر في القلوب وأداء الأركان أي الفرائط اللي بعد كده يا رسول الله يكون خير يوصلني إلى أعظم مقام عند الله رب العالمين وهو مقام الرضا فقال صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرئ السلام أي أفضل الأعمال بعد الإيمان وأداء الأركان أمران الأول الإكثار من إطعام الضيوف إطعام الطعام للضيوف والفقراء ابتغاء مرضوات الله عز وجل بيدخل في بأة في ذلك الضيافة والوليمة وكلنا يحفظ ما حدث مع إبراهيم عليه السلام لما جاءه وفد الملائكة الذين جاءوا ليبشروه بغلام عليم وأيضا سيذهب بعد ذلك إلى تعذيب قوم لوط عليه السلام لأنهم حادوا عن الطريق وانتكست فطرتهم وأصبح الفساد دينهم وأخلاقهم فلما دخلوا عليه قالوا سلام قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيث فقربه إليهم أي لم يتحدث بل ذهب وأحضر الطعام وقدمه وليمة لهم عن طيب نفس وكذلك إعطاء الفقراء الصدقة عن طيب نفس عن طيب نفسه فكلما طابت النفس كلما كان الإخلاص وأقرب لها والقبول أرجى في ذلك الفعل الثاني إقراء السلام على كل من نلقاه سواء كنا نعرفه أو لا نعرفه سواء كان قريبا أو بعيدا لا بد من إشاعة السلام على المسلمين جميعا وهذه الإشاعة لا تكون باللفظ فقط إنما يكون نابعا من القلب لأن السلام لله فينبغي بذله وإفشاؤه لكل مسلم من ابتغاء وجه الله عز وجل لا نميز شخصا آخر لأنه تحية الإسلام العموم المسلمين فينبغي أن لا تؤثر فيه العواطف أو المجاملات ينبغي أن يكون ذلك تقربا إلى الله والنبي أعلم أن نشر السلام هذا ألا أذلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ نعم رسول الله قال أفش السلام بينكم سلام نابع من القلب قبل اللسان يتواطأ فيه القلب مع اللسان لا يحمل المسلم في قلبه حقدا ولا غلا على أي مسلم إنما يبث السلام حقيقة من قلبه لعموم المسلمين هذا الحديث يستفاد منه والذي نطبق في حياتنا فضل إطعام الطعام في الإسلام عندنا عاداتنا في إسلامنا أن نستضيف الناس وأن نطعمهم عن طيب نفس ولكن حتى يكون مقبول له شرط لا بد أن يكون ابتغاء وجه الله لا رياء فيه ولا سمعة قال السنوسي أما ما كان لفائدة غير شرعية كالمباهاء والانتفاع والثناء ونحو ذلك فليس بمقصود بل ربما كان بعضه محرمة كالإطعام لبعض اللئام من الظلمة والفساق يستعين بهم على فساده يبقى لا بد أن نطعم الفقراء والمساكين والضيوف وذلك ابتغاء مرضات الله عز وجل ثانيا إفشاء السلام من سنة خير الأنا وكلنا يحفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى دولة الإسلام في المدينة قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحاب وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام هذه أسس إقامة العدل في الدنيا وكذلك طريق موصل إلى دخول الجنة وقال النبي أيها الناس لأن أهل المدينة آنذاك كان فيهم المسلمون وفيهم اليهود وفيهم المشركين فلم يخص النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وحدهم بل تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس أفشوا السلام هذا لتوثيق الروابط بين الناس ومن أفضل الشرائع لماذا لأن فيه تواضع للمسلمين وخفض الجناح للمؤمنين وتوثيق الروابط بينهم واكتساب محبتهم ومودتهم كما قلنا أن الرسول قال أولا أذلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم ثالثا أن السلام لا يكون سنة وقربة إلى الله عز وجل إلا إذا كان على من عرفت ومن لم تعرف لتنين تعرف أو لا تعرف من المسلمين دون تخصيص بعضهم به أبدا لا تخصص أحدا لا تخص أحدا تكبرا أو تصنعا هذا لا يجوز بل عليك أن تبدأ المسلمين بالسلام وكذلك غير المسلمين في البلاد التي نعيش فيها يقابلوننا دائما مبتسمين ويرحبون بنا ويرحبون بنا فإن فعلت ذلك مبادأة أنت لإظهار محاسن الإسلام فأرجو من الله عز وجل أن تنال الثواب العظيم لأنك سفير محمد صلى الله عليه وسلم وسفير المسلمين في هذه البلاد نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه على ذلك قدير كريم اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا